أذهب بسؤالي للسيدة إلينة بانوفا سيدة إلينة، دكتورة هالس تعملت تعبير يبدو مبتكر أن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان إذا كانت الأمم المتحدة لديها إدراك بأن هذه الأزمة أزمة الفقر وتناميه أزمة عالمية وليست أزمة تخص البيئات الفقيرة وحدها ما الجهد الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة دعماً لهذه الاقتصادات والحكومات الفقيرة أو دعماً لأي مبادرات تنموية يمكن أن تسهم في تقليل معدلة الفقر شكراً جزيلاً فقامة الرئيس السيسي السيدة وسيدات المتحدثين كما قالت الدكتور هالا فإن التخفيف من الفقر يقع في القلب من أجندة التنمية الدولية الأجندة الدولية والأجندة الأفريقية والأجندات الوطنية بعد أن أصابتنا الجائحة فإنه في أجند جدوى الأعمال التنمية يركز فيها الهدف الأول على إنهاء الفقر بكل صور وأدركنا أنه وسيظل أكبر تحدي واجه العالم عندما أصابتنا الجائحة أصبح من الجلي أن الأمر لا يتعلق فقط بالأزمة الصحية بل إنها أزمة تنموية ومن عانوا أكثر من غيرهم هم الفقراء لأنه بالنسبة لهم أصبحت الأزمة أزمة مزدوجة أولا لديهم أكبر خطر في التعرض للفيروس وثانيا لديهم أقل قدرة للحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة هنا أتحدثت على المستوى العالمي هناك بعض الإحصائيات التي ذكرت بالفعل والتي تشير إلى أن جائحة كوفيد قد زادت من الفقر العالمي بحوالي نصف مليار شخص أو حوالي 88% من تعداد العالم إذا ما نظرنا فقط إلى العام الماضي فإننا نرى أن الجائحة قد زادت قد دفعت 120 مليون شخص إلى الفقر المطقع وذلك في البداية أيضا هذا الفقر المطقع زاد من أوجه عدم المساواة بين الشمال والجنوب والأمين العام للأمم المتحدة يتحدث كثيرا عن هذا الأمر يتحدث عن فكرة أن التضامن مفقود وليس متواجدا وفي الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليه إذن كيف ننزي قدما وكان هناك سؤال من الدكتور أحد أود أن أركز على ثلاثة نهج أساسية وقد أشار إليها عرض دكتور هالا إن الحكومة تعاملت مع هذه النهج الثلاثة الرئيسية أولا التعافي لابد أن يكون تحوليا لأننا لا يمكننا أن نعود مرة أخرى إلى الهياكل التي سبقت الجائحة والتي زادت من مستويات الفقر الآن أود أن أثني على جهود الحكومة المصرية في إطلاقها للموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية واغتنام فرصة الجائحة من أجل المضي قدما إن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع الحكومة وتدخل في شراكة معها فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية لأن الإصلاحات الهيكلية سوف تركز على توليد فرص العمل وهذا هو ما نحتاجه هي سوف تركز على إطلاق قدرات القطاع الخاص وعلى زيادة الإنتاجية والتصنيع وسوف تمهد للمزيد من المساواة ثانيا إن التعافي لابد أن يكون شاملا لأن كثير من أوجه التعافي تترك الكثير من البشر متخلفين عن الركب في صورة المجموعات المهمشة وهنا أود أن أنصي مثالا بسيطا حتى نفهم ما الذي يعنيه بالشمولية والمثال هو مثال عن إفريقيا حتى قبل الجائحة فإن أثر 22 رجل في العالم كان لديهم ثروة أكبر من المال الذي تعمل لكم كل النساء في إفريقيا وتزايدت هذه الهواء مع الجائحة ثالثا لا بد للتعافي أن يكون مستداما لأننا لا بد أن يكون لدينا بناء للمرونة مع صافي الإنبعاثات الصفري وهنا أرحب بجميع جهود الحكومة المصرية في هذا الصدد في خلال كل هذا الأمر لا بد أن نستمع إلى أصوات الفقراء من أجل أن يكون هناك توفير للخدمات في هذه المجتمعات بكرامة ولكن دعونا ننظر إلى الجانب المشرق نرى أمثلة من جميع أنحاء العالم عن الأفكار الخلاقة والمبادرات التي تجاوبت أو استجابت للجائحة ويتضمن ذلك جهودا على المستوى العالمي من أجل تقوية التضامن الدولي ولكن أيضا يوجد أمثلة محلية ووطنية من ضمنها أمثلة مصرية يمكنها أن تساعد الفئات الضعيفة أود أن أركز على مثالين ونهجين معينين يمثلان أهمية في المضي قدما أولا ضمان التمويل المستدام نحن جميعا ندرك أهمية هذا الأمر من أجل التعافي من الجائحة ومن أجل المستقبل أخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكثير من الدول تضاءلت الموارد المحلية ومن ثم استجابت بعض الدول للطوارئ عن طريق زيادة الديون والبنك الدولي يقدر أنه منذ الجائحة فإن الزيون في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط قد ازدادت عن جميع مستوياتها في خلق خمسين عامل الماضية ومن ثم دعا الأمين العام للأمم المتحدة للمزيد من الجهود الخاصة بالإغاثة من أجل أن يكون هناك دعم للمبادرات ذات الصلة وذلك يعني توفير الخدمات للبلاد التي تحتاجها مثل الدول ذات الدخل المتوسط والتي تحتوي على 60% من فقراء العالم ولذلك فإن دعوة سيادتها والسيادة القادة الأفارقة القادة الأفارقة سوف يتم دعمها في هذه الأوقات ولكن الدعم فيما يتعلق بالديون لن يكفي لمساعدة هذه البلدان لأن ما نحتاجه هو أن يكون هناك استراتيجية تمويل المستدمة للتنمية ولا بد أن يكون هناك تقييم للفجوة وأن يكون هناك توجيه للاستثمارات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدمة وخاصة تلك المتعلقة بأوجه عدم المساواة ومن أجل تحقيق هذه الجهود فإن الأمم المتحدة ردا على سؤالك الأمم المتحدة قد أطلقت صندوقا مشتركا من أجل إغلاق هذه الفجوة التمويلية هنا في مصر يوجد خمسة مؤسسات تابعة الأمم المتحدة تتضمن اليونيسا ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية وغيرها دخلت فيه برنامج مشترك مع الفكومة المصرية يمول عن طريق هذا الصندوق من أجل دعم تمويل أو الاستراتيجية مصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدمة ومن خلال هذا العمل سوف نقيم مدى تكلفة بعض أهداف التنمية المستدمة المتعلقة بالناس وكم من مواردنا سوف يتوجه إلى هذا الأمر وما هي الفرص الجديدة وقد تحدثت عن هذا الأمر دكتور هالا تحدثت عن المشروعات الجديدة والمبادرات الجديدة والمبادرات الخضراء من أجل رأب هذه الفجوة وآخر جزئية في مدخلتي هي أن لا نترك أحدا متخلفا عن الرقب وذلك يقع في القلب من الحق في التنمية الذي ذكرته مصر وركزت عليه فيما يتعلق بهذا الهدف فإنه أحد الوعود التي قطعتها قطعها جدوى الأعمال أهداف التنمية المستدامة وهو يعكس التزام أدول الأعضاء بإنهاء الفقر إن النهج العملية لتحقيق هذا الهدف تتعلق بالتركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة وذلك يؤدي بنا إلى أن نمثل احتياجات البشر في الخطط الحكومية إن مصر تعد رائدة في هذا الأمر في توطين هذه الأهداف مع آخر تطورات في التقرير السابع والعشرين الخاص بتطورات وضع التنمية في مصر ولكنه أيضا يقدم دليلا للحكومة ولنا من أجل البناء على البيانات بشكل استراتيجي من أجل مزيد من التدخلات ذات الأثر العميقة مثال آخر ذكر وسوف أذكره مرة أخرى والتزام البلدان نحو توطين أهداف التنمية المستدامة يعكس من خلال حياة كريمة سوف أنهي كلمتي هنا فقط أود أن أقول أن هذه المبادرة المحلية توفر فرصة رائعة لتخفيف من الفقر وأوجه عدم المساوى ولزيادة شراكة الأمم المتحدة مع الحكومة لضمان تطبيقه الناجح لأنه عندما تنجح الحكومة في حياة كريمة ذلك يعني أنها سوف تنجح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيدة بانوفا شكرا جزيلا